بانجور تولمان كمان تالي فو جاسبير كتو با بيان ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة هنتكلم عن اهم حاجة عن لا فرانس لا فرانس فرنسا اهم حاجة يعني نتكلم عن المونيمان نتكلم عن الناس المشهورة نتكلم عن الموني بنتكلم عن الشعر بتاحهم كمان اضغبوا العالم بتاحهم لونوا ايه الاكلات اللي هما بيحبوها وكل ما يخص الفرانس ودي نابزة صغيرة عن البلد اللي نتولدت فيها لا فرانس اول حاجة يعني نتكلم عنها لي مونيمان اهم حاجة في المونيمان لا توريفيل اللي هي الايفل تاور وده بورج ايفل وطبعا ده مشهور جدا 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 هناك كمان عندنا لحكة تخيوف وده قوس النصر اللي دايما 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 تلاقوه بينوور وعليه عالم فرنسا بعد كيه عندنا الميزي دولوفر وده مشهور جدا 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 المتحف بتاع اللوفر ومتحف اللوفر ده اللي ورا شايفينه المنور ده وده جواه اهم اللوحات زي مثلا لوحة الموناليزة موجود في الميزي دولوفر طيب اما لايه الهرم اللي قدامه ده؟ الهرم ده هو بيغاميد انفير حابوا يقلدونا شوية كمصريين فعملوا بيغاميد هرم بس عملوه بشكل احترافي مش من طوب زي القدماء المصريين عملوه من ازاز وبالتالي هو بيعكس اشعة الشمس فلما نيجي ندخل الميزي دولوفر من اهم البوابات نحن ندخل عن طريق البيغاميد الهرم بتاع الهرم اللي هو من ازاز ندخل فنلاقي اشعة الشمس منعكسة علينا جدا 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 ده ما بيبقى في شمس هناك ونتزي ندخل فنلاقي الدنيا منورة والشكل الجمالي خطير طيب احنا كده نتكلمنا عن الميزي دولوفر وكمان البيغاميد انفير ايه كمان عندنا الكاتدغال بتاعتنا تخدم كاتدرؤية بتاعتنا تخدم برضو من اهم الحاجات طبعا في حاجات كتير جدا 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 بس حسبكوا انتو تدوروا عليها عندنا بقى هنتكلم عن الدغابوب بتاع الفرنس اللي هو عالم فرنسا طبعا كلنا عارفين ان هو أزرق أبيض أحمر طب دي يعنا ايه بفرنسي بلو بلان روج دايما بنقول بلو بلان روج بلو بلان روج بلو أزرق بلان أبيض روج أحمر بلو بلان روج بلو بلان روج طيب إيه هي الديفيز بتاعة الفرانس الشعار بتاحهم Liberte, حرية, egalite, مساوية, fraternité, الأخوة الشعار بتاحهم Liberte, egalite, fraternité حرية, مساوية والأخوة طيب هنتكلم تاني عن الفرانس وهنتكلم عن المونية طبعاً كلكم عارفين أن المونية الفرانس هو الأورو اليورو الأورو الأورو عندنا زي مصر في كوينز وفي ورق الكوينز طبعاً معروف إن هو 1 euro أو كدا أما بقل ورق مور دين فايف عندنا 5 euro, 10 euro, 20, 50, 100, 200 نيكلم عن اليورز طيب هنتكلم بعد كدا عن المونية الفرانس ودي اسمو Emmanuel Macron حالي ين المونية الفرانس المونية الفرانس اسمو Emmanuel Macron أما اليهم المونية الفرانس في الفرانس وهي عبارة عن قطعة حاجة كده زي الحلويات اسمها foie gras تمام؟ عندنا الويتخ ودي برضو مشهورة هنا في مصر زي يوم الخلول تمام؟ ويتخ جندوفي يعرفها كل واحد يعرفها باسم معين تمام؟ دي برضو مشهورة جداً جداً عندنا الخضار السوتية وهو في قطعة من اللحمة اسمها بوتوفو بوتوفو كله مستقف بعض على الجريل وبيتعامل بالتاكل للضائط والحاجات بتاعتهم السحير تمام؟ طبعاً من ضمن أهم تلاع السلابغ فيه في الخماج، الجبن، في البيتزا طبعاً 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 في الباكتز العيش الطوير بتاع الفرانس ده من أهم الحاجات اللي هي مشهورة بيه عندنا اي تاي؟ عندنا مين الشخصيات المشهورة في الفرانس؟ لسلابغة في الفرانس زي مثلاً طبعاً الملوك كلهم اسمهم لوي اللي هو احنا عرفهم باسم لويس لو تعرفوا حاجات في الديكور هتلاقوا فيه لوي 14 واللوي 15 واللوي 16 وفيه كل الملوك اللي هناك اللي كانوا بيتبسوا بواريك وبيعملوها غولو كده تمام؟ فيه طبعاً سلين ديون المغنية المعروفة سلين ديون فيه مبابي عشر من نارة على العالم مبابي فيه زين الدين زيدان ودا كان قديم شوية بس كان فوق الممتاز زين الدين زيدان طيب من الشاطر يقولي اللي واتور العربيات هناك كانت اي؟ ها قدت هنا طبعاً وكلنا بنستخدمها زي الغنو الغنو وعندنا الستخوين وعندنا الpejot يبقى رنو ستخوين peujot دا الواتور وأخيراً كالك مارك بعض الماركات اللي احنا على طول بنستخدمها زي كارتي زي ديار شانيل هرميس كل دول ماركات بحفانات فرنسية كلنا بنستخدمها تمام؟ vive la France دي بلدي اللي أنا تولدت فيها وفخورة أن أنا منها وبحبها جداً 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 طلعت أبطال زي مبابي زي زين الدين زيدان زي ناس كثير قوي 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 عليكم انتوا بقى تعملوا كل ده تاني بس على إيجيبت أو على بلدك وقول لي انت منين شوفكم على خير إن شاء الله يلا au revoir ya bientôt au revoir